دول أمريكا الجنوبية باتت تشكل بؤرة جديدة لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق خصوصاً في البرازيل حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية تضاعف عدد الوفيات في هذا البلد خلال أقل من أسبوعين ليتجاوز عشرين ألف حالة وفاة مسجلة المنظمة تحدثت عن أن غالبية الحالات أحصيت في منطقة ساوباولو لكن معدل الإصابة مقارنة مع عدد السكان هو الأكبر في ولاية الأمازون رئيس بلدية ريو دي جانيرو افتتح مستشفى ميدانياً جديداً مخصصاً لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا يحتوي على خمسين سريراً من وحدات العناية المركزة بالنظر إلى تراجع نسبة العدوى وتباطئها وإلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة نأمل حقاً مع وصول المزيد من الفرق الطبية للمساعدة من الصين في الأسبوع المقبل أن نتمكن تدريجياً وبشكل نسبي وآمن من العودة إلى الأنشطة في مدينة ريو دي جانيرو تعتبر المكسيك ثاني أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل بعد أن سجلت أكثر من ستة آلاف حالة وفاة معلنة تفشي الوباء بسرعة كبيرة في دول أمريكا الجنوبية ستكون له نتائج سلبية وتداعيات كارثية على الاقتصاد والوظائف حسب رأي خبراء الاقتصاد وسيحال ما يقارب أحد عشر مليون وخمسمائة ألف شخصاً إضافي على البطالة في هذه الدول بسبب الوباء وفق تقرير للأمم المتحدة